اشتركوا في القناة اضافة الى عموم بلاد الشام وعبر هذه الخريطة نلاحظ معكم النظام الجوي الذي سيسيطر على المنطقة حيث يتشكل منخفة جوي ويتمركز الى الشمال الغربي من الاراضي السورية خلال هذين اليومين مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة قادمة من عبر الشرق القرى الأوروبية وتركيا الى الحوب الشرقي من البحر الأبيض المتوسط وسيفرز هذا المنخفة الجوي كميات أمطار غزيرة في عموم المنطقة اضافة الى تساقط الثلوج فقط في المرتفعات اللبنانية والسورية ومن خلال كميات الأمطار نلاحظ وجود كميات أمطار معتبرة في المملكة وفلسطين حيث تقدر اعلى كميات الأمطار المتوقعة باكثر من 50 ملي مترا في شمال المملكة اضافة الى بعض المناطق الوسطى في حين ستبلغ كميات الأمطار بحدود 20 الى 30 ملي مترا في المرتفعات الجبلية الجنوبية لنتحدث بقليل من التفصيل حول هذا المنخفة الجوي متوقع ان يبدأ هطول الأمطار مع ساعات الليل متأخرة خميس على جمعة من المنطقة الشمالية هذه الأمطار تكون على شكل زخات لتنتظم مع مرور ساعات الليل وتنتد الى المنطقة الوسطى لتصبح على شكل أمطار متفاوتة الغزارة ولاحقا تصبح غزيرة على فترات متقاربة مع ساعات الصباح المتأخر من الجمعة وقبل الظهر تكون هذه الأمطار مصحوبة بالعواصف الرائدية وزخات البرد فوق الجبال مع ساعات عصر ومساء الجمعة يتوقع امتداد الأمطار الى المنطقة الجنوبية بدءا من محافظة الكرك والطفيلة ولاحقا جبال الشراء لتصبح الأجواء بمشيئة ليلة الجمعة على السبت ماطرة كذلك في المناطق الجنوبية أسوة بالمناطق الشمالية والوسطى التي ستكون فيها الأجواء ماطرة مع نهار الجمعة عدى عن ذلك نشاط الرياح سيكون بشكل كبير ولافت قبيل عبور الجبهة الهوائية الباردة الرئيسية التابعة لهذا المنخفض صباح الجمعة ستكون الرياح نشطة مع ساعات ليلة الخميس على الجمعة المتأخرة بحيث تؤدي إلى هبوب عواصف رملية في المناطق الصحراوية الجنوبية والشرقية وتستمر كذلك الحال نهار يوم الجمعة أما العاصمة عمان عفوا والمدن الجنوبية ستتعرض إلى هبوب رياح جنوبية غربية نشطة مع ساعات ليلة الخميس على الجمعة قادمة من صحراء سيناء في جمهورية مصر هذه الرياح ستعمل على إثارة الغبار والأتربة وربما تدني لمدى الرؤية الأفقية كذلك أما عبر الصورة التالية نسترد معكم التحذيرات التي ترافق هذا المنخفض الجوي أهم تحذير هو خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال وسط البلاد خاصة وبما في ذلك مناطق الأغوار أما الخطر الآخر هو خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في المناطق الجبلية وذلك نتيجة لتشكل الضباب والغيوم المنامسة في سطح الأرض كذلك الحال كثافة الهطور المطرية على فترات التحذير الثالث هو خطة تدني مدى الرؤية الأفقية في المناطق الصحراوية الجنوبية والشرقية وذلك بفعل هبوب عواصف رملية محلية بفعل نشاط الرياح الذي ستتجاوز في بعض هبات حاجز الثمانين أو تسعين كيلومترا في الساعة في تلك المناطق علاوة على المرتفعات الجبلية العالية أما الخطر الخامس هو خطر حدوث العواصف الرادية القوية خاصة في شمال وسط المملكة وربما الصواعق صراحة في المنطقة الشمالية من البلاد أمطار خيرة نتمنىها إلى جميع الأحبة ومتابعينا في طقس العرب وعطت نهاية أسبوع جسائد نتمنى أهلكم اشتركوا في القناة